أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج ملفات نبدأ حيث ندد مجلس الأمن الدولي بقوة بالهجمات التي يشنها التنظيم الإرهابي داعش في العراق وسوريا ولبنان مشددا على أن هذا الهجوم الواسع النطاق يشكل تهديدا كبيرا على المنطقة وطالب وزير الخارجية الأمريكي جون كيريبي أن يكون هناك دور لإيران في مواجهة هذا التنظيم المتطرف وشارك في الاجتماع الوزري 30 وزيرا ووزير خارجية بينهم وزيراء الخارجية الإيراني والفرنسي طالب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمام مجلس الأمن في نيويورك بتنظيم حملة عالمية للقتال ضد تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا وقال كيري خلال الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس بمقر الأمم المتحدة أن التنظيم يمثل خطرا علينا جميعا وأوضح أن الحملة التي يعنيها لا تتضمن فقط الجوانب العسكرية وإنما حملة تتولى كل دولة فيها دورا حتى إيران مبينا أن الأمر ملح في هذا الشأن تنظيم داعش يمثل تهديدا على الناس في العراق وسوريا وحتى الشرق الأوسط وإن تركوا لوحدهم فأن هؤلاء الارهابيين سيمثلون تهديدا خارج منطقة الشرق الأوسط خاصة وأنهم كانوا قد هددوا بذلك وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن الولايات المتحدة وإيران بحثتا هذا الأسبوع التصدي لمقاتلي تنظيم داعش على هامش المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني التي استؤنفت في نيويورك هذا وقد ندد بيان المجلس بالهجمات التي تشنها التنظيمات الإرهابية في كل من العراق وسوريا ولبنان وشدد على أن هذا التمدد يشكل تهديدا كبيرا للمنطقة داعش تشكل تهديد على المنطقة وتمدد داعش يدل أن لديهم القوة أنهم يتوسعوا بشكل سريع الذي لم يكن أحد يتوقعه وهذا يشكل على المدى الطويل الآن في المدى القصير يشكل خطر على المنطقة ككل على العراق وعلى سوريا بشكل أساسي على الدول المجاورة التي هي السعودية والأردن وأيضا على إيران ولبنان كلها يتنى أن يشاهدون هذا الخطر وخلال تواجد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في نيويورك أشار إلى أن المسؤولية الأولى لمواجهة تنظيم داعش تقع على عاتق العراق غير أنه شدد على أهمية قيام أصدقاء العراق بتقديم الغطاء الجوي مع استمرار شن ضربات جوية ضد مواقع التنظيم المتطرف مع تحاشي التعرض للمناطق المدنية في السابق كانت واشنطن تحجد تأييد العالمين مساندة خطتها التي تحتمد فيها على القوات الأمريكية أما الآن فتحتمد الخطة الجديدة على إسهامات دول عديدة مما جعل كثيرا من الخبراء يشككون في نجاحها هند خالد الغد العربي واشنطن هذا وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف إن بلاده تشكك في صدق نوايا الولايات المتحدة بشأن الحرب على داعش وانتقد ضريف قرار واشنطن بتمويل وتسليح المعارضة السورية موضحا أن واشنطن تهدف بهذا القرار إلى تقويض الحكومة السورية التي وصفها بأنها تعمل على مواجهة الإرهاب في المنطقة لسنا على قناعة بمدى صدق نوايا الولايات المتحدة بشأن محاربة داعش فما حدث بشأن تمويل المعارضة السورية لا يتوافق بشكل سليم مع الإعلان عن مكافحة الإرهاب فإذا ما تم تقويض الحكومة المركزية السورية فإن ذلك يعني أن الإرهابيين سيحصلون على مكاسب أكثر في المنطقة هناك تناقض بشأن الحديث عن هزيمة داعش وفي الوقت نفسه الحديث عن تمويل أولئك الذين يحاولون هزيمة الحكومة السورية التي تقاتل ضد الإرهاب ونناقش هذا الملف مع ضيفي من واشنطن الكاتب والصحفي سيد سعيدة عرقات أهلا ومرحبا بك وأيضا أرحب معي في الستوديو هنا بالسيد نجاح محمد علي الكاتب المتخصص بشأن الإيراني أهلا ومرحبا بكما أبدأ من واشنطن وتحديدا معك سيد سعيدة عرقات تغير الموقف الأمريكي تجاه مشاركة إيران بشكل مفاجئ إن صح التعبير كيف حدث هذا الاختراق وأنا في تقديري أن الولايات المتحدة بدأت تستوعب حجم الخطر الذي يشكله هذا التنظيم وتعي تماما أن إيران هي دولة إقليمية مهمة في المنطقة لها دور كبير جدا في العراق العراق هو في الخط الأول في مواجهة داعش وبالتالي من الصعب تجاهل الدور الذي يمكن أن تقوم به إيران وإن حاولوا فعل ذلك حقيقة في لقاء جدة كما تذكر عندما أعلن تشكيل التحارف لتشكيلاته الولايات المتحدة الحقيقة التي ربما لا تريد الولايات المتحدة الإقرار بها هي أن من الصعب مواجهة الإرهاب في المنطقة دون أن يكون هناك دور لإيران دون أن يكون هناك ليس فقط دور على المستوى العسكري ويمكن لإيران أن تقوم بذلك في العراق ولكن أيضا على مستوى الاستخبارات على مستوى علاقاتها مع سوريا كذلك يبدو من الصعب جدا للولايات المتحدة أن تمارس أي خطوات فعلية لتقويض التنظيم على طريق هزيمته كما قال الرئيس الأمريكي دون تنسيق من ما مع النظام السوري في مرحلة الماء هذه الحقائق التي الآن تتجمع وهذه الحقائق التي تكتشفها الولايات المتحدة خاصة وأنها وعدت الشعب الأمريكي بأنها ستواجه هذا التنظيم ستقوضه وستقضي عليه كما قال الرئيس نعم أنقل سؤالي الثاني إلى سيد نجاح محمد علي هنا في الستوديو المتخصص بالشأن الإيراني يعني ضريف تزامن تصريح جون كيري مع رد لوزير الخارجية الإيراني الذي شكك في نوايا الولايات المتحدة بالعمليات التي ستقودها ضد داعش خصوصا بالناحية السورية بالتأكيد الإيرانيون لا يثقون بالنوايا الإيرانية تجاه سوريا تحديدا الأمريكية الأمريكية عفوا لأنه لا يمكن الفصل بين الحرب على داعش في سوريا والحرب على داعش نفسها نفس داعش في العراق يعني حتى لاحظنا أمس في جلسة مجلس الأمن الدولي الوزير الخارجية الفرنسي كان يلمح إلى حد التصريح إلى أن سوريا عززت من وجود داعش في سوريا وهذا أيضا تناقض كبير يعني لدى الغرب والولايات المتحدة تحديدا أيضا لأنه من غير المعقول أن إيران تعمل ضد داعش في سوريا التي تدعم داعش في سوريا في نفس الوقت فإن المخاوف الإيرانية أيضا لا تنحصر فقط في سوريا تنحصر حتى في طريقة التدخل الأمريكي في العراق وتلاحظت ربما أن العراقيين أنفسهم وهم حلفاء إيران قبل أن يكونوا حلفاء في الحكومة العراقية الحالية قبل أن يكونوا حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية بدأوا أيضا يطالبون بأن تقتصر أو يقتصر الدعم الأمريكي على ضربات جوية لا تخلوا بالسيادة ولا تخلوا بالقرار العراقي المستقل وهذا أيضا ما دعا له المرجع الشيعي آية الله عليه السستاني يوم أمس من خلال ممثله الكربلائي نعم يعني يبدو أن إيران هنا بين نارين نار دمشق ونار بغداد التي يعني إن صح التعبير تحرقه ما داعش الأثنتين تريد ربما حماية بغداد هو في نفس الوقت تريد حماية دمشق وما يرفضه طبعا المجتمع الدولي أو التحالف الدولي بالتحديد أعتقد إيران لديها ورقة كبيرة في مسألة المفاوضات حول دمشق لأن إيران الآن بدأت تتشدد في المفاوضات النووية كما لاحظت يعني سابقا كانت إيران منفتحة تماما على المفاوضات النووية لأنها كانت تفصل وكان هناك اتفاق جنتا من بينها وبين الغرب والولايات المتحدة على أن يجري هناك فصل بالملفات الثنائية الإيرانية الأمريكية الغربية أو حتى الملف السوري لكن الآن عندما وجدت إيران أن النوايا الغربية والنوايا الأمريكية تحديدا تجاه سوريا سيئة ولا تستطيع أن تثق بها لعبت بالورقة بورقة المفاوضات النووية وهي الآن تتحدث أيضا عن إمكانية أن تصل المفاوضات النووية إلى طريق مزدود وهذا يعني أن إيران لا تريد أن تجعل ظهر النظام السوري خاليا في الوقت الحاضر فيما يتعلق بالحرب على الدراج ربما زاد العلاقة أكثر تعقيدا بين إيران والدول الكبرى نعود إلى سيد سعيد عريقات في واشنطن ضريف انتقد في تصريحات دعم المعارضة السورية بالسلاح صراحة وعلانية هل ممكن لواشنطن أو طهران أن يتساوم بهذا الملف؟ من الصعب أن أرى طهران تساوم الولايات المتحدة حقيقة تعي تماما أن بالأساس هذا البعبع الكبر هذا المخلوق المروع الذي خلق الذي اسمه داعش بالأساس ابتدأ عبر وجود قوى مسلحة في سوريا التي تطورت إلى ما هي عليه الآن وهو داعش فهم يعون ذلك تماما فهناك تداقض في الموقف الأمريكي من ناحية يقولون نحن نريد أن نحارب داعش التي يحاربها النظام ومن ناحية أخرى يقولون نحن نريد أن نعزز قدرات المعارضة السورية المؤتدلة من أجل أن تتمكن من مواجهة داعش ومواجهة النظام في آن واحد مع العلم أن الكل يعي تماما أن عملية التدريب والتسليح والتأهيل هي عملية طويلة جدا إذا كانت الولايات المتحدة باختصار تريد أن تحارب داعش بالفعل وأن تقوضها وأن تهزمها في نهاية المطاف لابد أن يكون هناك تنسيق ما بين الولايات المتحدة وطائراتها التي ستبدأ في قصف مواقع داعش في سوريا عما قريب على ما أعتقد ومع النظام السوري ومع الجيش السوري الذي لا بد من الاعتماد عليه ميدانيا على الأرض إذا شاءوا وضع داعش بين فكي الكماشة الأمريكية من جهة والعراقية والسورية على الأرض من جهة ثانية أيضا سيد سعيد عشرات الألاف من التار الصدري خرجوا اليوم في تظاهرات رفضين لأي تدخل عسكري أمريكا أو تحالف دولي كيف لواشنطن أن تقنع شركاء في بغداد من الرافضين لهذا التدخل وهم يشكلوا طبعا نسبة كبيرة عندما نتحدث عن التار الصدري أو من يتبع إن صح التعبير إلى الطائفة الشيعية أنا أعرف هذا الوضع تماما مكث في العراق خمس سنوات ومعلومة المتحدة ومطلع عليه أقول لك بصراحة الولايات المتحدة موجودة في العراق الآن هناك حوالي ألف وخمسمائة عنصر من القوات الخاصة الأمريكية تقوم بالتدريب وتمارس ميدانيا مع القوات العراقية كذلك هناك الطيران الحربي الأمريكي الذي يشن غارات جوية كل يوم تقريبا كان آخرها على مقربة من بغداد العاصمة بكل تأكيد هناك عدم ثقة بالولايات المتحدة الولايات المتحدة هي التي ذهبت واحتلت العراق عام 2003 وخلقت هذا الوحش بالأساس وحش الإرهاب لم يكن هناك إرهاب لم يكن هناك قاعدة لم يكن هناك داعش قبل الاجتياح والاحتلال الأمريكي للعراق فبالداحية هذا التيار يعي أن الولايات المتحدة لها مقاربها الخاصة وتعمل من أجل وضعها الاستراتيجي بشكل خاص تقريبا ولكنها الآن وبعد هذه التجربة الطويلة والمريرة في العراق تجد نفسها في وضع مضطرة إلى تعزيز قدراتها العسكرية مضطرة إلى زيادة تدخلها العسكري وعليها أن تحاول أن تحاكي هذه التناقضات بين كافة القوى العراقية أنا في تقديري أن التيار السفدري أيضا يحاول الضغط من أجل مكاسب سياسية داخلية في بغداد سأسأل هذه النقطة بالتحديد إلى سيد نجاح هنا في الاستوديو هل هي لمكاسب سياسية أم هي ربما تم تحريكها من قب أمر من طهران عشرات الألاف يخرجون إلى شوارع بغداد اليوم يطالبون بعدم التدخل الأمريكي في العراق ليس فقط التيار السفدري يوم أمس أيضا حركة عصائب أهل الحق التي تدعمها إيران مباشرة أصدرت بيانا وأنا لمحت قبل قليل أو ذكرت موقف السيستاني وموقف إمام الجمعة في كربلاء عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني وأيضا حتى وزير الخارجية ذكر في التقرير قبل قليل وزير الخارجية العراقي الجعفري تحدث بهذه الطريقة بطريقة أنه نريد دعما من أصدقائنا لكننا لا نريد أن تتدخل أمريكا مباشرة بالقرار وبالسيادة السيادة العراقية أنا أعتقد أن الإيرانيين لديهم الكثير من الفرص لكي يقوموا بدعم النظام في سوريا من خلال الورقة العراقية أيضا يعني هم يتحدثون أولا إيران لا تنتظر أو لم تكن تنتظر من الأمريكيين أن يقدموا لها تذكرة للذهاب إلى مسرحية يعني الإيرانيون موجودونه يوم أمس اعترف نائب وزير الخارجية الإيراني عراقشي عباس عراقشي بأنه الإيرانيون لو لا الإيرانيين لسقطت بغداد وآمرلي وأربيل من قبل داعش الإيرانيون متواجدون على الأرض وهم يقدمون دعم لوجيستي وعسكري وحتى ربما هل هذا الإدراك الأمريكي ربما جاء بعد أن تشاور من تشاور في جدة وفي باريس أم هو فقط موقف جاء لحسابات ربما إخليمية للمساعدة من جهة نعطي السلاح للمعارضة المعتدلة بين قوسين في سوريا وفي نفس الوقت نهاجم داعش في سوريا وفي العراق بمساعدة إيرانية الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة في وضع مرتبك جدا يعني هي لحد قبل أيام قليلة كانت تصف إيران بأنها راعية للإرهاب أو داعي من الإرهاب ولكنها اليوم تتوسل بإيران وتحاول أن ترضي إيران وتطلب من إيران التعاون معها لمواجهة داعش هناك تناقض وأرباك كبيرين في الموقف الأمريكي والإيرانيون يدركون جيدا أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا هو يعني ينوي تقويض وأذكرها ضريف على أن تقويض النظام في سوريا لذلك أنا أعتقد أن بدون مشاركة سوريا وبدون طبعا مشاركة إيران وروسيا أعتقد أن الأمر سيزداد تعقيدا في سوريا تحديدا سنشهد عودة كبيرة أو تدخلا إيرانيا كبيرا في سوريا ولا أعتقد أن الحرس الثوري سيظل صامتا حتى هذه اللحظة هو صامت لأن الحرس الثوري الإيراني ترك الملف السوري بيد الرئيس حسن روحاني وسكرتير عام المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يعمل معه بالتنسيق معه الأميرال علي الشمخاني لذلك أنا أعتقد أن أي ضربة عسكرية أمريكية تستهدف ربما المواقع السورية ستعدي أن إيران ستتدخل ربما مباشرة عبر قوات الحرس الثوري وطبعا حزب الله وباقي الفصائل العراقية التي تدعمها سيد سعيد هل يمكن أن ينجح المسعى الأمريكي في انتزاع الدعم الكامل من قبل مجلس الأمن للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية والآن نرى ربما خلافات تطفو على السطح الخلافات حقيقة تخص الموقف الأمريكي تجاه سوريا لأن الموقف الأمريكي تجاه سوريا ليس فقط مرتبك ولكنه مليء بالتناقضات حقيقة فهم من ناحية يقولون أن الأسد فقد الشرعيات ولن نتعامل مع هذا النظام بأي شكل من الأشكال سندعم المعارضة والكل يعرف أن المعارضة المعتدلة التي تسميها الولايات المتحدة المعتدلة حقيقة تراجعت قدرتها العسكرية كثيرا في الأشهر الماضية فإذن ما هو البديل الكل يعرف أن الضرب من الجو أو القصف الجوي لن يكون كفيلا بإنهاء أو هزيمة داعش لابد أن يكون هناك قوات على الأرض هذه القوات من أين ستأتي؟ بكل تأكيد الولايات المتحدة تعي أن القصط الأول في سوريا سيذهب إلى قوات الجيش النظامية والقصط الأول في العراق سيذهب إلى القوات العسكرية العراقية فإذن إذا كان هناك تعاضض بين هذه القوات ممكن ربما أن تضع في فكي كماشا من تلعفر مرورا إلى الرقة ومن ثم جنوبا إلى دير الزور بإمكانك أن تتخيل سيناريو حيث تقوم هذه القوات بالفعل أولا بتخفيف قدرات داعش ومن ثم القضاء عليها وحشرها في باقة محددة حيث يسهل قصفها من الجو طيب سيد نجاح سؤالي الأخير هل تعتقد أنه ممكن أن ينجح أي تحالف إذا ما غيبت إيران وإذا استمرت على حالها وعلى إصرارها بعدم المساس بدمش بالتأكيد نحن شاهدنا جينيف واحد وجينيف اثنين فشلة لأن إيران غابت عن هذا المؤتمر والآن أيضا ليس فقط إيران كما ذكر الأستاذ المواجهة الداعش لا تتم فقط عبر الجو يجب أن يكون هناك جهد استخباري وهذا الجهد الاستخباري لن يتم إلا من خلال حليفة إيران وهي سوريا إذن من غير إيران ومن غير سوريا لا يمكن طبعا روسيا أيضا لا يمكن أن تنجح هذه العملية التي تسميها إيران بالمسلحية نعم شكرا جزيلا الكاتب المتخصص بالشأن الإيراني سيد نجاح محمد علي شكرا لحضورك وأيضا الشكر موصول إلى ضيفي من واشنطن الكاتب والصحف سيد سعيد عريقات شكرا لكم ملفات متواصل وفي بعد الفاصل تنظيم الدولة الإسلامية يطلق صراح 49 رهينة تركية كانوا محتجزين في الموسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر